القرعة الخرجات والخصوم ذينا افريقيان عرفناهم و الدق سخون، يلا ها سنبدأ مرحبا بكم في فيديو القرعة، سننضع المجموعات كنظرة اولية و سنختمها بتوقع المتآهلين افتراضيا ستجعلك معنا من الول حتى الاخر اييييي و الراجاوي شوف معك ديك لايك راك نسيتها الفيديو التانييل يوم ما أعقزت علينا يوم تعقزتي على اللايك شو ما قال، ما قال، شاكو مون تحت هو، أعطيناها الرأية ديالك فضل القرآة هذي عم النس جداد أبوني مرحبا بكم وصل العائلة الراجاوة دينا ولدرسياد شي كامل فانا بقالك غتزيهر ديك الصمتة وغت يا الله بي نان بده ودي ما خضره مجموعات العصبة الأفريقية ليخرجوا بحلاكة وهي كنظرة أولية ومسبقة راقدين قدروا نقولوا أن أصعب مجموعة هي هذي وحتى قاعدة شفنا بوحد نظرة أخرى غتبالي نقاسها المجموعة هي هذي سانداونس الراجا للجيش مانيما او دانا بعدها كنولت نقول الحمد لله غملة نحن مع الجيش كون نحن مع الويدات كورا قالوا لنا خرجوا تلعبوا معنا نكورا وزدقوا مع عمريننا بالبكة المهم مجموعات الراجا اللي شخصيين كسبت ليها في أكبر قالب اه متعفق معك أنه الجيش بريكو وبنسبة الراجا وخير ميسار غير العملي فضربناهم بطولة العرض وخرجناهم مع رياني يمزروا العقاب والشياد الشي اللي قلنا دابا سيكون سبب بشأنه ميتشموا معنا في الجروب وردوا لنا ولا واستطرف غرب شوية وان شاء الله هذا الشي هو اللي ما غديش يكون المجموعات اللي تحت فيها الراجا اكيد سيكونوا عندها ايجابيات كيفما سيكونوا عندها سلبيات سيكونوا بالايجابيات اللي كنين في الجروب ديالنا وهو انه وعدنا ربعا دي الماتشات مدخلين فيهم جوج ضد سانداونس ومانيما وجوج الاخرين ضد الجيش نفس الخاصية ستطبق عن الجيش يعني كون اكيد الفريق اللي غدي يستغل هالضرف هذا كون اكيد انه غدي القراصه في الربع والايجابية الثانية وصراحة اللي خلتني انا نرتاح شوية واللي هو مواعيد المباريات ديال الراجا اه نقدر نقولوا ان الطريق بينه واضحة الماتش اللي اول عدنا مدخلينه ضد الجيش وفتيرانه وقدام جمهورنا يعني غدي تحيد عليك الجيش في الدرب اللي اول دياله من بعد غدي تخرج جوج ماتشات عند مانيما وعند سانداونس وثلاثة الماتشات اللي يبقى وغدي تلعبهم كاملين في المغرب غدي تدخل صانداونس وغدي تخرج عد الجيش اللي تهي غدي تسمى غير مدخل فيها وغدي تدخل مانيما يعني عندك فرصة كبيرة باش انك تحسم التأهل سواء ثلاثة الماتشات اللي اولين او ثلاثة الماتشات اللي اخرين غدي نمشوا للسلبيات ديال المجموعة ديالنا ولو تهمك يبينوا ليك ايجابيات واللي هما اكون اكيد ان الراجا غدي تتعد بالبغاء التأهل عكس السنوات الماضية اللي كنا كنشاركوه على رأس المجموعة وكنا كناخدوه النقاط كاملين وكنربحوه وقع الماتشات ديالنا هادشي هو اللي كخلينا انا نغلطه في راسنا وكنزحبوه راسنا صعفوه يلفي نارة في الجيب حتى كنتصرفقه في الربع من بعد ما كنفيقوه على واحد الواقع وكنبانو باننا دعاف قرويا وكون اكيد هادشي ولي ما غديش يكون دلعاب ولكن شوف شوف باش ندوفوه هاد النقطة تاييرات احنا كراجوين رو الله معدنا العقل وشوف لك باش كنا بغى نجيبه العصبة ديال ستحاول تتقلب غير عليش اللعاب تقدر تعولها ليزا مكينة ووالا وصحبي ومع ذلك اللعبو عليها ونجيبوها تدو ما ديب معهم تكا سلمة باش ما غديش نبعدوه على موضوع المجموعات والبلان اصلا احنا ندروا هذا الفيديو هذا غديش نبعدوه وعطني في واحد نقطة مهمة ومع ذلك اللعبو عليك يفكر في الواقل والمارتشات ضد الجيش سؤالي سيكون بارئ لديك ويقول لك ويقول لك وماذا انت هم اللعبات وماذا الادارة تقاتلات ودارت المستحيل لك اهل الزاولة وانت خايف لم يكن الجمهور ماتش ديالنا مدخلين فيه سيكون بالجمهور المشكلة سيكون في ماتش ديالهم هما لأصلا هما بدون ملعب واحدة من ملعب قناع تراغين المؤهل افريقيا يعني اقرب بلاسة ممكن يتلعب فيها الماتش واللي هي وجدة اولة جديدة يعني خارج من الزون ديالهم يعني غادي تسمى وحدهما خارجين وما يهمونا احنا يا واللي هو الماتش اللي عندنا في تيراننا وقدام جمهورنا والسلام عليكم دور المجموعة للعصبة الافريقية واللي كل شي كاره في القانون ديال التأهل والطراق كيفاش خاصة تكون بداية انك تربح جميع الماتش اللي يدخلوا منتها غادي تبدأ تفكر في دكتور واب وانخرا اللي غا تقدر تأهلكون تايم مرتاح فرا نقدر نقول لك تقدر تجيب غير رباح ما مانياما را الامور طيبة بلا ما تفكر في الماتشات الاخرين واكيد هاد شي ماشي اسي صغار للخصوم عندش كون اكيد ان هاد مانياما اللي بنادم بزايف حاجة را نقدر نقول لك انها راها كانت المفاجئة دي لعصبة ابطال افريقيا من بعد ما قصوا بيترو واتليت يكون لي كان مصنف انه غادي يكون مع الالي والترجي وصندان قبل ما ننسوا انهم بايجا ضربوا طيب مانزين بيحتوهم وضربوا فيتاقلو بألي روتوري يعني لالي استي صغار الخصوم وكنقولوا اللعود اللي تحقروا غادي عميك دي بحنا مضار بناتكول اللي غادي تأهلوا شراجة وللجيش وللصندانس فالالاخر غا تبالينا مانياما الفوك تسلم علينا يعني القاعدة خاصة نطبقوها الربح وماتشاتنا داخليا نقلبوه على طروب ومولو وغيرا نتعدلوا في الماتشات اللي بقاوا اولوا الربح وشفرقهم من خاصهم خارج الميدان وذيك الساعة الأمور طيبة لا كانت حاجة عكسة الشي نعودت انه غاديمش الموعناة للأهل الحاسبة اللي غا توري في آخر الماتشات ما ننسوش اكيد حتى باش عنا نندو على باقي المجموعات اللي صراحة ماشي بشي صعوبة اللي كبيرة كفة بين المن الفروق اللي في الشاب مازين بترجي الاهلي طريقهم سهل التأهل ما عادة لكانت شي مفاجأة وننانطروا توقع الإفتراضي كيف ديما الجبابنا غادي حضروا والورعيقات الموجودين غادي نحط الجباب قدامنا وغادي نحطوههم على شك الربعة دي الجروبات كل الجروب أو الجبانية غادي نحطو في هالفارق LEY جوم Blues وغادي ننهزو الفرق اللي غادي يجيو هم اللوبين في المجموعة يعني غادي نهزو ورقة من كل التبصيل ومن اللي غادي يج detach الطانية هم اللي Hasan احد يكاهل الولى وغادي نبدو على ما ننقدو واحد تخلاطة وقد نجبدو الفرقة اللي غادي هي اللولة في الدجروب هادا يونج افريكا اي 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 هي قولي مفاجأة الموسم غادي نمشو للجروب الاخر غادي درو تخلاطة ونجبدو ورقة نشوف اش كلها غادي جي فيهم اللول الاهل المسري سبحان الله يدشي افتراضي زماكينا نمشو للجروب الاخر تهو غادي ندرو في تخلاطة وغادي نجبدو ورقة ونشوف اشكون غادي جي ساقرادة والله يلاك تسمي لي مفاجأات امور طيبة يعني نمشو للجروب الاخر دير راجا وغادي نجبدو ورقة وغادي نشوف اش كلها غادي طيح الجيش الملكي على معظن عاد الزائم غادي نمشو عاو الثاني الاخر باش نشوف الفرقة اللي غادي جي فيه الثانية ديب بي ما زين بي غادي نمشو للجروب الاخر تهو نشوف الفرقة اللي غادي فيه الثانية سطاد دبيجان غادي نمشو للجروب الاخر تهو نجبدو ورقة ونشوف اش كلها غادي جي فيه موما الثاني تراججي الرياضي التونسي وغادي نمشو للجروب الاخر الجروب ديانا غادي نشوف اش كلها غادي جي فينا والله الينا كان نجبدو وخيف الراجا ما اضطاعش ولكن جاءت الراجا بنقدم غادي يقول لي اللارة والله يا أخوي الوراق ما كي بنو لي ولكنه جاجح بس ماشي الأهلي جاته يلو لاخر جات يلو ولا وراجه يتاني لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن كان سحرا فأبطالها وهنايا غد يكون وصلنا على أخوان يقول لكم ما تلكين فيديو خفيف دريف على قراءة دوري أبطال إفريقيا أكيد اللي فع فرقة نوية الراجع كنت من نوو التوفيق الفرقة دي أكيد الراجع العالمي ومثل المغرب وإن شاء الله لما لا أنا نمشي وبعيد في البطولة هذه شكرا للناس اللي كملوا الفيديو تلك هنا وكان مرغي نقول لكم أحبكم الزاب ننسوش لي معكم دوك اللايكات حتى هو مالكومونترات وما نحتاش نقول لكم ما تشيزا ممكن راكم عارفين أخصكم تديرو وحاليا فرقة قريغي نقولي Peace اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا